إشادة دولية عالية بالمبادرات الدبلوماسية التي يقودها المغرب بهدف إخراج ليبيا من أزمتها من مدينة نيويورك الأمريكية أشهدت منظمة الأمم المتحدة بالدور البناء للمغرب الذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في سخيرات يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة مبرزان الدور الإيجابية للمبادرة المغربية الأخيرة في تعزيز الجهود الأممية لإرساء حوار سياسي ليبي ليبي إفريقيا أشهد الاتحاد الإفريقي بجهود المغرب من خلال جمع الأطراف الليبية لإعادة تنشيط مسرسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي قال إن الاتحاد الإفريقي يشجع الأطراف بقوة على الانخراط في هذا المصار من أجل مصلحة الشعب الليبي بدوره أكد تجمع دول الساحل والصحراء أنه يتابع باهتمام خاص وبارتياح كبير المحادثات بين الأطراف الليبية التي أطلقت يوم السادس من شتنبر الجارية وتشكل امتدادا لمسلسل صخرات هذا وأشاد التجمع بدفع وتشجيع الملك محمد السادس للحوار البناء الذي يهيئ الظروف لاستعادة وتعزيز السلم والوئام الوطنية من خلال الحوار الأخوية كما أشاد التجمع بالانخراط الشخصي والمؤسساتي لناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إيجاد حل تفاوضي للأزمة الليبية التي تؤثر بشكل قوي على باقي الدول الأعضاء في التجمع ومن القاهرة ثمنت جامعة الدول العربية الجهود المفذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية قائلة إنها تتابع سير الحوار الليبي الذي انطلق بدعوة من المملكة المغربية والذي جمع بين الفرقاء الليبيين ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط بحسن نية في كافة هذه المجهودات تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها بانتخابات تشريعية ورئاسية ترضي نتائجها جميع الأطراف